هوس ينتشر بين أطفال البحرين بشكل خاص وأطفال العالم بشكل عام بلعبة صغيرة لا يتجاوز حجمها راحة اليد تحمل اسم لعبة سبينر التفاصيل مع الزميلة خولة الجريوس لعبة جاءت لإلهاء طفلة صغيرة تعاني والدتها من الوهن العضلي ولا تقوى على حمل ألعاب صغيرتها ففكرت كاثرين هاتنيجر بتصميم لعبة يدوية دوارة صرعتها من أوراق الجرائد قبل عقدين من الزمن كوسلة لترفيه ابنتها البالغة من العمر سبع سنوات في ذلك الوقت حصلت بعدها على براءة اختراع اللعبة الدوارة مدة ثماني سنوات ولكنها لم تمتلك أربعمائة دولار بعد انقضاء المدة ففقدت حقها فيها ليأتي بعد ذلك عدد من المطورين ليقتبسوا الفكرة وتصبح اليوم أشهر ألعاب العالم وتباع بملايين الدولارات في وقت تعاني فيه مختارعتها من ضيق العيش أي شي جديد ينزل نروح سيلا نشتري ونتنافس في البيت وفي المدرسة مع أصدقائي عب مع الاسبنار مع أخواتي وفي البيت كلها نلعب وأنا أفوزهم أنا كل مرة أفعل حركة في الاسبنار وأغلب حق خواتي كل يوم الاسبنار لعبتي منفضارة إذا ما نعف فيه أحش في المال وإذا طالت تربسه أحش في المال لازم نعف فيه وإذا أبداً ما أكل أضافري وإذا حابت في أضافري أروح أصوي مهارش في الاسبنار هذه اللعبة أصبحت الشغلة الشاغلة لأطفالنا فساعات اللعب فيها جعلتهم يبحثون عن أي حركة تكون لافتة يقومون بها ويتنافسون ويتحدون بعضهم بعضا فمنهم من يضعها على جبهته وأخرون على أرجلهم ليقول كل طفل فيها أنا الأسرع أنا أسوي واجباتي ألعب في الاسبنار عشان يخفف توتري أنا أمي قالت لي أن كل ما دور الاسبنار أسبح وأذكر الله دول ما دوره هاللون أحب أجرب على يدي على جبهتي وكل أصابع أحب أن ألعب الاسبنار وكل مرة أشتري عدات أشكال بالرغم من سعادة الأطفال عند اللعب بها إلا أن الاختصاصيين يؤكدون بأن تأثيرها قد يكون سلبيا على المدى البعيد هي اللعبة هذه سببت إدمان سببت هي من ضمن الأمراض الحديثة التي قاعد تسببها حق الأجياء القادمة اللي هو التوحد بدل ما الطفل يدمج في المجتمع مع أقرانه ويتمتع بحرية ويحصل على العاطفة والحنان الاجتماع الموجود لكن أصبحت هذه اللعبة عزلت الطفل الطفل أصبح معلق فيها كثيرا حتى نلاحظة في بعض الطلبة عندنا في المدرسة لما يكون فيه لحظة هو قاعد بروحه لقنا حطيرة بهالطريقة هذه معنات أن الطالب وصل لمرحلة أن أتعلق بهالمرحلة هذه للأسف الشديد أنا أقدر أقول أنه وصلت لمرحلة الإدمان عند بعض الطلاب لعبة سبينر هي إدمان أجتاح العالم مؤخرا أقبل على شراؤها الصغار بشكل لافت حتى أن البعض يقوم بالبحث عن كل ما هو جديد من أشكال وألوان في المحالة التجارية أو يقوم بطلبها خصيصا من الأسواق الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت على صفحاتها تجارة خاصة بهذه اللعبة هوس اجتاح العالم مؤخرا حمل اسم لعبة سبينر صنعت لطفلة قبل عشرين عاما لتصبح اليوم ملكا لمعظم أطفال العالم دون أن يكون لمختارعتها أي حقوق فكرية أو أرباح مادية خاولة لجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين